موسيقى يتبعوا من الفواكه اليوم ان شاء الله بوغيت نشوف معك ما هي اهم نصائح اللي غادي تقدم المسامعتنا واللي عندو شي دوهون و شي شي حمس كي بداو يدقلوا كي بداو يدقلوا كي بداو يدقلوا كشنو اهم نصائح ديالك للنساء طبعا فالفصل هذا لانه في الشتاء نحتاجون ناكله باش ندفاوه خسنا نردو بالنا السوائل ماشي كلها مافيهاش سعورات حرارية رغيل ما بوحدو اللي مافيهاش سعورات حرارية اما منين كان ناخدو عثر فواكه او اللي كان ناخدو مشروبات اللي تحتوي على فواكه واكتر يتسكر بحل ذك لنكتاغ بصفت الناس اللي كيقولوا أنا كان صوب السيدخوناد او بالليمون او بالحامض هادو كيكون ني كان نشوفو كالقو قليل للفواكه والكاتر من السكر وهنا كتبشي الفائدة ديال هاد وخاصة ان مثلا الحوامض نصوبوهم وحنا كنعرفوهم بان تحتوي على الفيتامين سي ونخليوهم في المجمد تنظن بان الفائدة ديالهم ديال الفيتامين سي داترات بواحد الكم اللي هو كبير قرائل شيء قليل بسيط جدا انا فيتامين سي حساس جدا الهواء والضوء كنعرفو بانو كيمشي على ذكر هذا اللقاء شونا نقول هذه العادات اللي كتتكلم عليها دكتورة سناء العناني العادات الغذائية ما يخفاش عليكم على انو الكثير مننا شنو كي وليك يقول انا غان نقس العشاء ما غان ناكلش ما دين قطع غي واحد نصب الطيخة سويه لا ولا دلح في غي الماء ما في شيء دكتورة سناء العناني واش هذه عادات صحية لا لانه علاش الله كين الماء بالفعل ما تخطيناش ما تخطيناش دلنا الإحباط كين المسمحوا لي يعطيك نجيكم ورشهي واتك نهبط لكم مقاديف كاملين لا كين الماء بالفعل وحنا محتاجين ذاك الماء باش كان نعشد دات دينا وكان نقوم بترطيب الجسم دينا خاصة الناس الكبار والأطفال محتاجين هذا الاستسقاء مزيان ولكن كين السكر بالفعل هو سكر من نوع الجيد لأنه سكر أصله طبيعي من الفواكه الفكتوز مزيان حسن لنا ما غن ناخده لغلوكوز هذا طبيعة الحال ولكن نتال إفراط في هذا الفكتوز فهو مدر للصحة وغد يطلع مستوى السكر بنسبة للناس اللي يا إما عنده مرض سكرية يا إما عنده اضطرابات في مستوى السكر حلا كي مهددين بمرض السكري نحن نردو البال وبزفت الناس اللي سيقول كلمات أنا أكل والو وفي سبك أنا أكل غير ديسير الفواكه 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 تغلضو خاصة إلا تخادو بالليل يعني بالليل بتداء ناش من ساعة بتداء من الساعة الفواكه تبقى ربعة الخمسة الخمسة ونصد لأشيال لأشيال حلاوة وإلا نخزنها كدهون تخزن كدهون في الجسم ناخذنا نردو البال الفواكه نعرف الكمية للفواكه التي ناخدها نحن نقول فاكه حتى الجوج الفواكه في هذه الخمسة دليشية مثلا نعرف فاكه ما معنايتها مثلا نتكلم على دليح دليح 300 قرام ديال لأشيخ ديال القلب دليح هي فاكهة إذا إذا اخذت ما بين 300 600 قرام لا يجعي الشبارة كاراني ولكن بوحدة أما إلا غادي نزيد معها تبارك الله حب الملوك ونزيد معها الكرموس هنا حاجة أخرى ما نكرهش اليوم نعطيكم المعادلات ديال فاكهة باش تردو البال مع الفواكه باش تردو البال مع الفواكه إذا 300 100 قرام ديال بطلح 200 قرام مثلا ديال الاناناس بالنسبة الكرموس جوج الشلطة ديال الكرموس هي فاكهة بالنسبة العنب والحب الملوك والمونغ 100 قرام هي فاكهة بالنسبة البطيخ إلا أخذينا بطيخة صغيرة ما كانش مشكل مقدرون ناخدوها كامل صغيرة ورا نكر كبيرة إلا كانت الكبيرة البرقوق جوج ديال البرقوق تحتل ثلاثة على حساب الحجم ديال البرقوق بالنسبة للمشماش ثلاثة تلخمسة ديال المشماش على حساب الحجم ديال المشماش ما كان فكريني أو تفاكه 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 كبيرة رهي هي زيانة ممكن تلجج تفاكه لا يوجد مشكل ربما تفاكه هو من الفواكه هو أقل سعورات حرارية تماما تفاكه مثلا تكون فيها 45 سعورة حرارية في تفاكه 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 منصح الاستهلاك ديالها خلال ريجيم أو حمية ومن غير حيث نعرف بأن القشرات تحتوي على مادة البكتين وهي تحبس لنا الشهية لا تجعلها تنكوب فان تبيعي كيف نقول كتهرس الإكساس بالجوع أخذينها صاحبينها بحي الكسف ديال المال لأنك تنفخ نيكا نهضروع معاك اليوم على سعرات الحرارية للفواكه اللي أكيد كتكتر وكترتفع نسبة للسهلاك ديالها خلال الصيف بالنسبة البانان البانان الموز متوفر على طول السنة ولكن مثلا الناس اللي بغين يحرقوا الضون وشي يختاروا ويحب ضون البانان أو الموز اللي مازال شوية خضر أو الموز اللي طيب لا بالفعل ما كيكون شوية خضر كيكون سعرات الحرارية دياله وباقي من خافضين ماشي بحال من كيطيب كيطلع السكر المسود السكر دياله كيطلع سعرات الحرارية دياله حبّة ديال الموز تقريبا متوسطة شحل فيها دكتور نفس نحنا نقولوا بانا نصف حبّة ديال الموز هي فاكهة وماشيون هدا غادي حبّس لك في نصف حبّة الموز زمام مثلا ناخدو سلطة الفاكهة البانان البلدي دكلي كيكون صغير وردي الاجادير مزيلا مثلا مثلا ناخدو سلطة الفاكهة ما كردوش لبال عسيش حال ديال فاكهة من الفاكهة تحتوي عليها دكزلافة ديال سلطة الفاكه أنا كناعرفوا بانه كاس ديال النبا ديال العسر ديال الليمون هي فاكهة شحال غا نزيدو عليها اش من تفاح واش من فخيز واش من منسبة الفخيز مثلا ثمانيات العشرة الفريزات هي فاكهة نعم إذا نقدرون مثلا نديرو الفريز والليمون بوحدو اللي كتافينا بهم زيان غادي اعطينا واحد صلاتة منعشة بدون سكر إضافي هنا غادي ناخدو أسئلة مستمعتنا وكان اقترح لك دكتورة سانة أنه ناخدو الأسئلة وربما عاد ننخصو ونجاوبو على الأخوات أو الأخت غادي ناخدوها معنا من مدينة ضربيضة هي لبناء اللي بغا تنقص الوزن ولكن عندها مفتوحة وعندها صعوبة في فقدان الوزن أهلا بك لبناء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سلام الله يبرك فيك بخليك أنا عندي 49 سالة عندي طول متر 57 وكنوزن وصلت 60 كيلو حيث بلخ ضرط تغير الشيوات تغير شيوات للأسان الزائل ويا كدير بي شبه وخافي كلبنا واخك سلام لي مني بالمعقول عبتي كنصوب من هنا وكنبق بوعدي من هنا ولكن عبتي سانة ردهيرا لكم توازن كدير لكم شهيوات ثمنة كاملة وكتختمها بيا في الأخر لا أنا يعني كنبان ما كانبان ما كانبان شغل إذا وليني لدي لدي شي كله تهبط وتي جمع في الكش والذي تخلدك بصيحة خطي كش بحدك الجاندي وعندك 43 سانة ياك 43 أنا سؤالك مهم وأعتقد أنه دكتورة سانة ستتكلم لنا فيه على ربما تحول هرموني اللي كتقدر أيضا تعيش المرأة فهاتذين يعني من 40 سنة فما فوق وش كتحسي براسك ولا عندك نوع من الكاسال ولي تحسي براسك ملدودة ملدودة ماذا تقول عنديك صعوبة تفقدي الوزن ويا والله أعطي مثلا أفضل 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 خبيز وزيت العود وخبيز زرع وزيت العود وكويس نعم ودعا أفضل 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 سبعة 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 أفضل 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 وكي أخز أفضل 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 تحافظ لا ولكن أفضل الفطور ممتاز خبيز وزيت وقشرة ليمونة لا يوجد هذا ولكن ثلاثة سوية من بيت خسنا ناخدوش بيت الغداء وخا ما كيش الزوج وخا كينا هي بوحدة يعني ماشي بالشرط غادي تكون شي حاجة تقيلة صلاطة كيم بزم السيدات كتقولك أنا بوحدي فضل ما كان قداش نقصنا كل بوحدي حافتي المرأة المغربية لا المرأة المغربية كينا بصفة عامة كتقطع على رجلها وعلى ولداتها وعلى عائلتها وكت تحمل شخص ديالها نعم وهي هي قرة العين هذيك العائلة وإلا هي تهلت فراسها راديك ساعات غاديم كلها تهلت في الآخرين أما إلا بقتك تهلت غير في الآخرين هتستنزف الطاقة ديالها كاملة وفي الآخر ما هتلقاش باش تساعدهم هم نعم إذا ما تهملش نفسها ولا بدوش بيت الغداء غا ندير واحد صلاطة لي هي خفيفة ما تاخد ليش بزاف ديال الوقت نعم وغناخد واحد البروتين ياما الحم أو الدجاج أو سامك اللي غنطر نخضر غير في مقلة نعم سهل باش مانتسماش بأنه نطو طيب وقدرت كوكوت ووجبت ذاكي للمواعن تقال غنطر ذاك شي اللي خفيف ياما انا بوحده أو شوية غير فشوية واحد جوجق طيبات ياما ديال تجاج ياما ديال الكتا او الحم الي ذاك شي اللي متوفر عند هاته السيدة ووحد ثلاثة مرات في الأسبوع ما غيكون عندها الحملة ججل حد تقدر تاخد غير البيض وبطاطا تقدر تاخد غير العدس وخبيز تقدر تاخد غير مثلا لبات أو الروز وخدر واخرنا غادي نرجع لهذه النصائح التغذية بالنسبة للسن 43 سنة أنا بغيت تكلمين عليه دكتورة سنة سن شباب بقى شباب سيدة لا ولكن كيبدأ وحي تحول هرموني في حياة المرأة واش في هذه المرحلة كي يصعب على خلاف مراحل أخرى أن السيدة تفقد الوزن وتحرق الدهون على حساب كل سيدة كان سيدة اللي في حوالي الأربعينات فين كي يوقع عندها هاد المشكل ديالتحول الهرموني وكان سيدة تخرين لحوالي سن الخمسينات عاد كي يوقع عندها هاد المشكل الهرموني بالفعل ما كيكون دك المناخ الهرموني كيتطارب لأنه كيتحول من مرحلة ديال تتكون سيدة مستعدة للإنجاب إلى مرحلة اللي ما كتبقاش مستعدة للإنجاب هاد هنا كي يصعب الأمر كيقدروا يتزادوا واحد خمسة عشر ديال الكيلويات بلا ما تيكون إفراد في الأكل هاد غير بسبب الهرمونات اللي كيشدوا معهم المن واللي كيخزنوا الدهون في البرايسلي ما كان بغيهم في البطن في الأرداف ولكني خصنا نرضو البال للاكل ديالنا كتر من أي فطرة أخرى في حياتنا هاد نشيو السلام معنا فاتيحة أهلا بك يا فاتيحة صباح الخير صباح الفولو ولياسمين أهلا بك صباح الخير لكم لكم مرح Qin ترجم السلام عليكم. شكرا لك. شكرا لك. أعلمني الأمر. أنا مجددا. أنا مناسبة. أنا في ثلاثة عام أحضر. ولا أعضر أحضر. أنا في المتر وخمسة وستين. أو أنزل أحضر خمسة وستين كيلو. لكن الوصف على هذا الأمر هو الكرش. هو الكرش. وهذا هو المشكلة الكثير من سن شباب لسن متقدم رأي مشكلة. ولكن روش من دائما الأفتيحة وعندك هذا المشكلة ولا عدو الله؟ لا. وقتها كان عندي مني ولدت لدوزين فوا. مني ولدت لدوزين فوا. لكن كان عندي واحد الغطار ما بين الأول والثاني. انتجز بزف ديال الحويل. ولا لدوزين فى الهويل. اتجز بزف ديال الحويل. و Restه لدوزين فى 18 عاقل مي بقاتلين الكش. وكني بقاتل الكح. اللي تلتون كنت لدينا الحاملة. اللي تناول كنت لدينا الحاملة ها يمكنه لهم ان تكون يوم طلبا كنت بحاجة مبالا جانت لتشريجة كنت تلتون. كنت لدينا العشاء كنت لدينا مشكلة يخزيني يمكنني ان الانيmade على داخل الواجهة أليس المزيد إذا أعتقدت لايس foram قمت بها أركض الأحياء على مقارنة بعد السابق من خلق و حروق الفيديو ، عامو الجيد لكني أبضل عليك επιفضل أيضاً أنا اللي ما كنت أدخش هو ما كنت أدخش أعلى ما كنت أدخش ماشي أشي تكن ديقايجين ولا شي حالة هذه واحد لعنة ينحيي التمرارة جون ديجر بلف للوكي ودكشي دونك ديكو قلت الحاجة اللي غاد ينحيي دانو غاد ينحيي دلعشا أنا غان نرجع لدكتورة سانا العيناني ونشوف شنو النصيحة اللي غادي تقدم لك للافتيحة خليك معانا خليك معانا في الاستماع نرح بأن تستخدموا التقديم عربي انتخةenan الأ Grid ونرح بأي من فبvre يشخص التفاصل العدلات والبطن ولا بدخسهم يخدمون لأنه ربما كين ارتخاء في هاد العضلات ربما النصران عندك فيه مشكل كينتافخ إذن كيبان إلا كانوا دوك العضلات مقابتنش مكينش شد مامش دودينش ربما عندك دوهون مو مركزة في البطن وهنا بحل حلقة لكوناتك للمنقلي هاد وحد جوجة الأسابيع على ليزا بغايل آلات ولا بدخسك تمشي لشي مركز اللي تكون يتيقى فيه اللي عندهم آلات خاصة للمو دون الجوجة الموجودة ضع أحد دكتور جوجة دياليل أنه هو الديابتك جوجة عن دكتور دياق لكذاjerي يمكنك مو فرل على ليزاق عايل بغايل آلات ربما يمكنك الإنصال ممكن. هي المدسان. هي المدسان تنظن يمكنك تتقي فيها لأنه. لا يوجد ريسك. إذا عندها المدسان مصدرها مزيان لا يوجد ريسك. الآن كل واحد وكيفش الضمير دياله وكيلي غيمشي ياخدها من بلاصة مزيانة وخارح فيها تامان كتير. كيلي غدي يمشي ياخدها من بلاصة اللي مشكوك في أمرها خي يمتبع عيد تامان. أنا ما غديش نقدر نضمن هاد النقطة. شوفي غي المصدر ديال الآلة. إلا كان مصدر موطوق منه وشركة اللي هما زعمة سيغيو. تنظن يمكنك تأمني في هذه التقنية. شكرا. شكرا. لفاتيحات. هلا في رأسك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فاطمة هي شابة عندك عشرين سنة. يكا فاطمة. نعم. عندي شابة تبارك الله عندك عشرين عام. نعم. نعم. لبس عليك. الحمد لله كده أنتم مع اللبس. لبس الحمد لله. نحن معاك ودكتورة سنة معاك وقل لي شنو سؤالك. السؤال جالي اللول كي نعرفك واحد خالط رجلي يلا وولدته ومعنداش لحليب. نعم. وبدك تقعد عشر نصيحة صافي. نعم. 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 نعم، نعم. ما هو السؤال الثاني؟ ما هو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني جالي أنا عندي عشرين سنة وثميته الطول مية وستين وثميته لحسب الوزن خمصاربي عندك الوزن الناقص واخا وبغيتي نصائح من عند دكتورة سانة باش تسيدي في الوزن واخا خليك معنا فاطمة في الاستماع يا دكتورة غادي ان شاء الله تجاوبك على هاد السؤال هذا ديالكم مرحبا بك معنا دائما تحيا لكم مراكش غا مشو الانزقان معنا السعدية اهلا بك سعدية اهلا بس عليك اهلا بس عليك اشخبارك مرحبا بك معنا اشتيتي الى اليوم قوي لا غا بيفترق وترقوا من يهل درتيب ناقص مرحبا والله يجيب ناقص مرحبا مرحبا وانا سعيدة نسمع صوتك معنا السعدية هذا لا تحيا يا مرحبا 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 ما السؤالتك للدكتورة ناقص في الوزن ما حالتك في الوزن؟ 54 ما حالتك في الطول؟ 260 هل تذكرني في الصين؟ 45 مزوجة و والدة؟ لدي زوجة هل يشتع لي؟ لدي زوجة أسئلة على الزيادة في الوزن؟ ماذا يقول الدكتورة؟ هل تقضي الوجبات السادية؟ أو الوجبات كاملة التي تأكلهم؟ نحن نقضي مرة أخرى، نحن نقضي مرة أخرى، نحن نقضي مرة أخرى، نحن نقضي مرة أخرى، ولكن المشكلة، لا ي wherever يمكنهم الذين تطبيقون الأكل، و قاموا بالنسبة لناس من المشكلة، قاموا بالقناة إلى الأكل الموالية، الأكل المعنى بالفطور، لن يأكلون الذين أفهم الجوع، ولكن مع الثاني، سيأكلون الشيء الذي سهل التخطيص والغضاء، و الآخر، تقضي الموالية، أوهرج الموالية، سيؤكد الطبوط، بلغضاء البروتين، والخضروات وربما الفواكه اللي يقدروا يسلكوها والأشاعة وتاني نفس المشكل من يخذوا القوتي ما بقيش يقدروا يتأشوه إذا كيفاش الإنسان يفتح الشهية طبيعيا؟ احترام النظام للغذاء نعم موعد الساعة دي الفطور ستكون نحفظها ونعرفها فوقاش باش كابتك نفيق واحد لغلوج بيولوجي كتبلي واحد ساعة بيولوجيا ساعة بيولوجيا عندي كتبلي مبرمجة على واحد الساعة بالضبط سأجيني فيها الجوعي لاني كنا ناكل دائما في نفس الساعة كنوجد الأكل ديالي نحاول النوع دائما ناكل نفس الشي لانه إذا بقيت كل نهار سأكل الخبز سأتلعليها في راسي ومهد الخبز الساعدية بخصتك نوعي بشهية تساعديها ستحفزيها هذا خبز سأتلعلي حتى الثقرط سأتلعلي حتى الثقرط يا صغير لا تكفي لا تكفي وليس يأتيك الجوع ريسي بكتر للشخص الثالث أنا الناس اللي يأتي عندي اللي بغين يغلاضوا اللي قرأتهم فاكهة واحدة وقا يكون هذا كول وجب الرئيسي من اليوم إذاً غايخض فاكهة غايخس بقي فيه الجوع من غايختوصل للعشاء بزمنه غايخلس يأكل وغايخل ديكساعة مفيدة اللي غايخد فيها العضلات دياله غايخد فيها فيتامينات اللي غايخدو شبه ماذا رأيك في سيرويات الفاتيحين للشاهية؟ لمدة معينة تكون فيهم الحلبة أو بعض الأعشاب الحلبة أو بعض الأعشاب ممكن سيدة تستعملهم في العام؟ واحد جوج ديال الدورات في العام لاجعل شي باركا وش حال مدة ديال كل مرة؟ عشر أيام حتى الـ 15 اليوم لاجعل شي باركا ماشي كتر وفي نفس الوقت نكونوا كانوا ولفوا اسميتوا الوحد النظام غدائي اللي كان تساعدوا مني كان ناخدوا هاد الأدوية وخال نحبسوهم نبقاو نراعي ونفس النظام الغدائي باش نبقاو ملفين هاداك البروغرام فاتين كتسولني على المباشر ديالنا واللايف على تطبيق السوق كتقول لنا ما كتنقش الوزن خاصة على مستوى الكرش والأردف وني سيرين منتازة كتقول لنا ابنتها عندها 11 سنة و 38 كيلو واش هاد الوزن مزيان دكتورا ولا وزن ناقص 11 سنة و 38 كيلو مزيان وزن مزيان وانا واحد الدهون اللي هي موضعية الرياضة ديالنا نكونو كن نسهدفو هاداك المواضع او اذا استعصال لنا الامر كين مراكز اللي فيهم آلات اللي هنخدمو فيهم هاداك المواضع كتبت لي ناو منتازة 48 كيلو يعني راها 48 كيلو اه دكو هو 48 كيلو عم سيدي هدي حاجة اخرى شوية بالفعل فكين زيادة الوزن تنظن بأنه 40 كيلو اللي جا اشي براكة بمسببه لها اشتركوا في القناة